شامع المغربي وصل لحد المطالبة بمقاطعة هاد النوع من زيادة المائدة هادا وتفاجأوا بزاف دي المسالكة المغربة من هاد الزيادة اللي بلغت حد عشر درعان في كل خمسة يطر من زيادة المائدة مما كيعني زيادة بقيمة جوج درعان في اللتر الواحد هاد الزيادة اثارت موجة من الغضب في وسائل التواصل الشمعي وبزاف دي الناس طرحوا تساؤل حول مدى قانونية مثل هاد الارتفاعات الصاروخية ولسي مفضل تأزوم الأوضاع الاقتصادية بسبب الجائحة بوعزة الخراطي اللي هو رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المسالك وضح أن قانون حرية الأسعار والمنافسة كيعطي الشركات حق الزيادة خاصة فشكة كل المادة المنتجة غير مقننة مثل زيادة وقال أن الجامعة كالدين هاد الزيادة خاصة في هاد الظروف المفروضة لتصدي الفيروس كورونا واللي اثرت بسلب على القدرة الشرائية للمغربة وضح رئيس جامعة حماية حقوق المسالك أن مجلس المنافسة هو مطالب الآن بالتحقيق والتوضح بشأن وشكين هناك اتفاق بين الشركات من أجل هاد الزيادة أواش هاد الشركة اللي زادت في الثامن هي اللي شد السوق بوحدة فإلى كانت شد السوق بوحدها فيجب المعاقبة ديالها طبقى النصوص القانونية المعمول بها وبطبيعة الحال كينين أنواع أخرى دي الزيادة اللي كيتباعوا في الأسواق المغربية وكذلك في المتاجر ديالبيم واللي عندها نفس الجودة وبثامن مناسب وفي الأخير كيبقى المواطن هو حر أنه يشري الزيادة اللي بغاو اللي كيعشق موسيقى